طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا في فيديو جديد معاكم احمد خالد النهاردة جايين نتكلم على واتساب ايرو اخر اصدار او اخر اصدار نزل لحد دلوقتي وفي اصدار كمان هينزل هاعدل لكم الرابط بس قبل ما نبدأ فايا حاجة ما تنساش لايك للفيديو وطبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس كده ولو في كومنت منك كده للزوزي على الزوز هتبقى حاجة جميلة جدا يعني عايزين نوصل الفيديو ده هتلأ اكبر عدد لايكات يعني انا مش هحط يا ر نخش نحمل الواتساب ده فهنخش فين يا معلم هنخش على المقالة دي اللي انا هبقى سايبها لك في الوصف تحت الفيديو تماما هنفضل ننزل في المقالة وننزل 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 وثم ننزل ثم ننزل ثاني ونفضل ننزل كده لحد لما نلاقي التحميل يعني بس دوت انت هتعيني شوية انا عرف ان هم موضوع متعب بس معلش هي حبكت في دماغي ان انا اعمل المقالة بالعربي وبالانجليش يعني حد ما توصل عند كلمة اضغطونا للتحميل اللي موجود باللون الاحمر دي وهتدوس عليها الكلمة كبيرة اوي ويعني قد هين الشبس بس هتلاقي منها تلاتة طبعا يعني انا لسه مزبطش المقالة اوي وانت هتفهم التلاتة عبارة عن اي واحدة طبعا علشان لو عايز نوصها جنب المتجر او مكان المتجر او كلام ده كله بعد العد اللي تدوس ده وقت ما يخلص ويوصل لواحد في المية زي ما انت ما شايف كده بتدوس على كلمة رابط جاهز بعد ما بتدوس على رابط جاهز بيحولك لرابط التحميل ميديا فاير يا دوبك انت هتدوس على علام الزرق دي ويبدأ يحمل معاك اظن ما فيش اسهل من كده طريق التحميل الموضوع ما خدش معنا واحنا بنصور كمان دقيقة ومش هياخد معاك اي وقت اول حاجة نقاملها بعد ما نحمل النسخة وانسبتها ان احنا نفعل اللوزونيات بتاعتها كاملة شميعنا نفعل اللوزونيات بتاعتها كاملة علشان ما تفضلش بتسجل ريكوردف يقولك استماح تفتح الكاميرا يقولك سماح تيجي تبعت لحد مثلا جهة اتصال او هيجا يقولك سماح الكلام ده كله عايزين ايه نخلص من انه في اول اول ما نثبت النسخة كده على طول الموضوع مش هياخد منك برضو سكت دي يعني وتخش هنا عند الوزونات وبعد كده هتفعل كل دولة كلهم ما تسيبش اي واحدة علشان طبعا تبقى احسن معاك على طول يعني نبدأ على طول كده بالسخن ما نستناش اي حاجة او نخش بقى على النسخة ونبدأ ان احنا نسجل تسجيل دخول عادي جدا زي تسجيل دخول ليه بسجل برضو تسجيل دخول قدامك وانا بصور الفيديو يعني ليه الحتة دي ابي حميد ده انا مش ف الحتة دي مخصوصة علشان لو النسخة فيها اي مشاكل في تسجيل الدخول او انت جيت لي في كومنتات وقلت لي في مشكلة في تسجيل الدخول هقول لك الفيديو قدامك هوت وما فيش اي مشاكل في تسجيل الدخول انا بعمل حتة ديت لان كان زمان كانت النسخ فيها مشاكل في تسجيل الدخول تماما عايزين لايكات يا جدانة على الفيديوهات لان الفيديوهات ما بتجيبش لايكات يعني محاجدش التفاعل على الفيديوهات اه جميل وكل حاجة جميلة بس الفكرة مفيش لايكات على الفيديوهات ف الاكبر عدد لايكات لو استفدت من الفيديو او استفدت من الشرح او حتى النسخة عجبتك ارجع تاني للفيديو خش على قناتي تاني قناة احمد خالد خش على القناة تاني واعمل لايك للفيديو دوت مقابل ان انا فتك بحاجة يعني انت استفدت مني بحاجة دوت مقابل بتاعها مش اكتر هنا لو انت واخد نسخ احتياطي للبيانات او لو مش عايز النسخ اللي احتياطي دوت انا مش عايز النسخ اللي احتياطي ده فانا هدوس التخطي. بعد التخطي بتبدأ ان انت تكتب اسمك في الخانة دي. اكتب اسمك هنا. بتبدأ تكتب الاسم بتاعك اليوزر نيم. اليوزر نيم دوت مش هيظهر للناس اللي مسجلة رقمك. بمعنى الناس اللي مسجلة رقمك دوت مش هيظهر له. مين اللي هيظهر? دوت هيظهر للناس اللي مش مسجلة رقمك. يعني اي حد مش مسجل رقمك هيظهر له اليوزر نيم ده. دوت الشكل بتاع النسخة اول ما بتفتح معنا زي ما هو ايه التكنولوجيا او بتاع. في هنا بقى الوضع بتاع الداركمود وفيه الوضع العادي. خلينا نخش نشوف الاصدار بتاع النسخة. طبعا النسخة ديت اصدار خمسين. بس النسخة واحد وخمسين نزلت بالفعل وانا بصور الفيديو. بس للأسف هي نزلت وانا بصور الفيديو حرفيا. فانا ما عرفتش ان انا افك دي وبعد كده احط الرقم هنا تاني وبتاع وانا ما حبش ان انا تلاعب بالمونتاج. فانا هسيب لك في الوصف بتاع المقالة رابط التحميل بتاع واحد وخمسين طبعا ديت واحد وخمسين هي النسخة الاصلاحية. يعني منزلين واحد وخمسين علشان يصلحوا المشاكل اللي موجودة في خمسين. تمام? تمام. مع ان خمسين انا بجربها قدامكم مع ايت. ما فيهاش اي مشاكل. عندك هنا المتجر بتاع السيمات. تقدر تحمل اي سيمين انت عايزه. انا شايف ان خمسين ما فيهاش اي مشاكل برضو. بس هم اكيد عارفين اكتر مني او فاهمين اكتر مني. ان فيه مشاكل في الاصدار خمسين علشان كده عملوا واحد وخمسين علشان يصلحوا فيه المشاكل دي. تمام. عندك هنا برضو لو عايز تديف انت السيم ودهوت هنجربه برضو مع بعض. وابس بلكم السيمات ديت برضو في المقالة بتاعت التحميل. عندك هنا السيمين دولت. دوت البلاك ودوت الابيض العادي. يعني ممكن نختار اي سيم احنا عايزينه. بس خلينا نكمل بيت الاعدادات. لو دخلنا هنا عند الخصية. هتلاقي هنا اخفاء اخر ظهور ومنع حسف الرسائل. وطبعا منع حسف الحالات واخفاء وتحويل الرسالة اللي هي ما حد يبعط لك رسالة. فما يجيب لكش ان هي محولة. فاهم انت فاهمني. انت واخد بالك مع ام وام. هلنخدش هنا عند الاعدادات بتاعتك كل. وعندك هنا الالوان لو انت حابب ان انت تغير اي لون في النسخة. تقدر تغيره من هنا. وعندك هنا ستايل الشكل. هندوس على تاني واحدة على طول اللي هي والد واتساب اي او اس. هنستنى هتحمل للاخر. وبعد كده هنبدأ ان احنا نختارها ده وات بيخلي لك شكل الامجي في الواتساب يعني بشكل الايفون. تغيير الخط بقى الكلام ده كل. وعندك هنا من نسخ الاهتياطي والاستعادة لو انت عايز تاخد نسخ اهتياطي للمحادثات اللي عندك. وعندك هنا بقية الاعدادات. الاعدادات ديت مهمة جدا او فيها كم حاجة مهمة جدا زي تفريخ سلة واتساب لوج. ورسالة الصورة بوضوح. ومشاركة صور بلا حدود. الكلام دوت مهم جدا لازم انت تخش تشاك عليهم كده اول باول وبعد كده عندك هنا لغة التطبيق لو انت عايز تعمل التطبيق باي لغة تانية زي الانجليش او غير. تمام تمام. لنرجع تاني ونخش على اللي بعدها واللي هي الشاشة الرئيسية. ايه هنا المميز اللي في الشاشة الرئيسية هو ما فيش اي حاجة مميزة غير البر العلوي والحالة. دوت اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. البر العلوي عندك ستايل البر العلوي اضيف لك اكتر من خمس البر العلوي ال اللي انت عايزه. انا شايف انسبهم اللي اهو الاي او اس. ودوت اللي هنختاره يعني فيه ما بعدي. حسن Leave Я اختار كده الاي او انا شايف ان دوت الانسبة والاحلى بالنسبة لي. عندك هنا لو عايز تعمل بشكل الانستجرام اللي هو يبقى موجود من برا وهو عندك تحت على طول الكصاص دوت لو انت عايز الكصاص دوت لو انت عايز تغير الشكل بتاع الانستجرام. او زي ما انت ما شايف كده تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه بس انا بحب الشكل اللي فات يعني الشكل اللي هو ارسي اتنين دوت انا بحب الشكل دوت جدا فانا هختار الشكل ده اهو تمام عندك هنا برضو اه حاجات كتير جدا زي مثلا هنا اه الكلام دوت طبعا للناس اللي بعايز اتغير في الشكل بتاع النسخة كامل اللي هو بقى ايه اضيف حاجة اضيف اشيل افكت عندك هنا اديات بتاعت الوضع الدرك مود طبعا الكلام اللي هنا دوت اغلبيته تعديل في النسخة ذات نفسها في الجزور بتاعت النسخة دوت انا مش هقدر اشرحه لان هو كبير جدا محتاج ان انا اصور الحتة وانا بختار الحاجة واطلع بره اعرضها لكم وارجع تاني هنا اغير التانية فاطلع بره تاني اعرضها لكم وارجع هنا اصور هكذا وهكذا وهكذا فطبعا الموضوع هيبقى ممل جدا وهياخد وقت كبير جدا 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 ومحدش هيتفرج اه في الحتة دي يعني هنتكدش ان حد يهتم بالحتة دي فعلشان كده ما بصورهاش او بمعنى صحي كده بس بقى لك انت تجربها مع نفسك تمام عندك هنا الستايل بتاع الستوري ممكن تغيره باي ستايل انت عايزه اي شكل انت عايزه عادي جدا مفيش اي مشاكل هنا نخبر الاتصال الكلام ده كله خليها برضو نضيف بقى او بمعنى صحي كده اي نسخة واتس ايب معدلة فيها امكانية ان انت ترفع ستوري اكتر من خمس دقائق ودي حاجة جميلة جدا يعني لو انت معاك فيديو مدته اكبر من خمس دقائق تقدر ان انت تنزل ستوري يعني بالشرط تلاتين ثانية زي ما بقيت الواتساب بيبقى معمول يعني دي طبعا الاعدادة اللي انا كنت لسه بتكلم عليها اللي بتغير جزريا في الواتساب خلينا نخش هنا عند الحالة وهنزل تحت شوية كده هتلاقي في حاجة اسمها اي كلمة كده اسمها فايف مينت اللي هي اللي فوق دي هتفع لها هتقدر ان انت تبعت الستوري اكبر من خمس دقائق ودي حاجة انا شايفها جميلة جدا بسرعة انا شايف ان احنا كده بنزبط الحاجة بشكل جميل بس برضو خليها برضو نغير في الشكل بتاع السمات عندك برضو هنا لو انت عايز تغير في الشكل بتاع الشاشة الرئيسية من بره لو عايزوا مسلا ينبيوا بشكل تاني بشكل تالي بتاع كل اللي انت محتاجه هتلاقيه هنا دوت الستوري بتاع الانستجرام نرجعها تاني برضو كده طبعا دوت لي لان انا خرجت من النسخة وعملت عادة ضبط ده بالغلط ايه المهم كان لان زبط الحاجات اللي احنا زبطناها اول مرة ما كنا بنصور من شوية كلام ده كله زبطناه طبعا والحاجات دي كلها اه شرحناها من شوية بس اللي هي ايه ده تغيير اعدادات حرفيا في النسخة اللي هو النسخة بتبقى بالمعنى الادك كده اه اللي هيجي عايز يغير فيها اي حاجة حرفيا اي حاجة هيقدر يغيرها تماما خلينا نشوف الشكل كده بعد ما زبطناه زي ما انت ما شايف اللي انا بقول لك عليه اللي انا بحبه اهو ودوت الشكل بتاع المحادثات طبعا انا ما اخترتش الشكل بتاع الاي او اس لسه بس انا اخترت بتاع الاي او اس خلينا نخش كده مسلا اي محادثة فليكن مسلا اول واحد اول اول شات عندي يعني ونفتح خلينا نخش نفتح نشوف شكل الاي امجي بعمل ازاي زي ما انت ما شايف الشكل بقى اي او اس بشكل الايفون بشكل الامجي بتاع الايفون الصوت قطع مرة واحدة مش عارف ليه بس عموما يعني خلينا نرجع تاني اللي احنا كنا بنقوله ده هو تتذكر طبعا اللي احنا اللي انا قلتلكه هشرح لكم في آخر الفيديو وخلينا نجرب مثلا سيم السيمين اللي انا هجربهم او السيم اللي انا هجربه ده هو السيم البلايك وهسيم ابيض وسيم اسود هسيب اللي اتنين برضو في المقالة اللي هي هتبقى تحت الوصف في الوصف يعني بتاع الفيديو تحت الفيديو على طول يعني هتعجبكم برضو الاوصف Ian.或者 سيمات دي اتت زي ما انت ما شفكهه دوت السيم الابيض وفي منه السيم ال اسود بنفس الشكل بنفس كل حاجة طبعا اليموجي بتاع الايو اس الكلام ده كله اللي احنا زبطناه مع بعضي خلينا نشوف مثلا الشكل بتاع Lewis وهنا الشكل بتاع الى ايو اس يعني الكلام ده كله بنزبطه مع بعضينا علشان يعني الشكل هو اهم حاجة يعني انتة النسخة mildو هي معروف ان الشكل بتاعها جميل جدا دوت الاموجي بتاع الايو اس زي ما انت ما شايف هو دوت الشكل بتاع بتاع الاي او اس اهو ودوت برضو لو انت عايز تزبط التسكر هنا بتحط فوق الكلمة وتحت عدد مرات تقرار الكلمة وبتدوس وبتنزل الكلمة على حسب العدد اللي انتهت في يعني انا شايف ان لحد دلوقتي كده كل حاجة تمام وكل حاجة عشر على عشرة النسخة جميلة وهضطي لك كمان الاصدار الواحد وخمسين بتاعها مش الاصدار الخمسين بس هتليه هو اللي موجود وبإذن الله يعني هيجبكم جدا لو انت اول مرة تشوفني ولو انت اول مرة تشوف فيديو ليا يعني ما دس هاش لايك للفيديو تشترك في القناة شوكوا مدهة تنجا كتير